أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علانية يومي 11 و 12 من يناير الجاري للنظر في الدعاوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن العضوان الإسرائيلي على غزة يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه الولايات المتحدة ارتكاب لاحتلال أي إبادة جماعية في غزة متجاهلة مشاهد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ إصدار حكم إدانة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة قد يكون سبيلاً لتهديئة النيران وأصوات الانفجارات ورائحة البرود التي لا يستنشق سكان غزة غيرها على مدار ثلاثة أشهر حددت محكمة العدل الدولية يومي 11 و 12 من يناير لعقد جلسة علنية في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتزامناً مع الموافقة الإسرائيلية للمثول أمام المحكمة تسابقت الولايات المتحدة للدفع عن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه لتنفي عنه تلك التهم مؤكدة على لسان وزارة خارجياتها أن إسرائيل لم ترتكب أي إبادة جماعية في غزة متجاهلة مشاهد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وجثثهم التي تناثرت في شوارع غزة بعد أن دمرتها آليات الجيش الإسرائيلي اعتدت إسرائيل أن تفعل ما تشاء فلها الحق في حصار شعب بأكمله وقطع كافة سبل الحياة من غذاء ومياه ومأوى عنه وقتله بدم بارد على مرأة ومسمع من العالم أجمع بل والمطالبة بتهجيره من أرضه لأنه يمثل لها قلقاً اقتحموا المستشفيات دمروها هددوا المرضى في غرف إنعاشهم أخرجوا عشرات الأطفال من الحضانات ليموتوا بسبب فقدان الرعاية كل هذا من وجهة النظر الأمريكية ليس إبادة جماعية وحال أن وجهت محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار الذي يعتبر غير ملزم سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصاً أن أصوات عدة حول العالم تعالت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات الوحشية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر